حياكم الله مشاهدين ومتابعين أينما كنتم لحلقة اليوم في الفقرة النقاشية ونتيجة الحرب وإغلاق المعابر يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه النظيفة للشرب وحليب الرضع أيضا حيث أصبح معظم الأطفال يعانون من الجفاف وسوء التغذية وسط تخاذل علني وصمت دون تماما فللحديث أكثر عن أثار منع وصول المساعدات الإنسانية لأطفال غزة وما الذي يمكن القيام به لتسهيل وصول هذه المساعدات ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من تعز الناشط الحقوقي ممدوح الحمير صباح الخيرات عليك سيد ممدوح أهلا وسهلا أسعد الله صباحكم أستاذ حمير أستاذ سونيا وأستاذ المشاهدين جميعا أسعد الله صباحك أستاذ ممدوح بكل خير إذن برأيك ما هي أبسط حقوق الطفلة لابد أن يحصل عليها في بلده مهما كانت أوضاعه يعني مستقرة أو مضطربة نتيجة الحرب وما يحدث الآن حاليا في غزة في البداية نتقدم بالتعازي لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية فيما يحدث لغزة ولأطفالها ونحن نعلم جميعا أن الاتفاقيات الدولية وأن الشرائع السماوية قد اعتنت بالإنسان بشكل عام وبالطفل على وجه خاص في العام 98-900 ألف العالم بأجمعه وقع وصادق على اتفاقية دولية لحقوق الطفل ترعى أهم احتياجات الطفل في مطلعها وفي بدايتها ومن أهمها حق النمو وحق البقاء وحق المساوى وعدم التمييز وحق مراعاة المصالح الفضلة للطفل هذه الحقوق الأساسية أطبقت وأجمعت عليها الشرائع السماوية والقوانين الأرضية ولهذا من حق الطفل في غزة أن يعيش كأطفال العالم من حقه أن يلعب من حقه أن يتعلم من حقه أن ينمو نموا سليما من حقه أن يلقى التغذية السليمة والعناية والرعاية والأمان لكننا اليوم نجد آلة الحرب الإسرائيلية الصهيونية التي يتعاون معها بل ويتعاون معها العالم المتقدم والمتحضر والذي سوق لحقوق الإنسان وغزى أوطان العالم بهذه الحجة يتعاون مع آلة القتل الهمجية في قتل هؤلاء الأطفال في مدارسهم في جامعات في المشافي التي لجوا إليها في كل مكان حاول هؤلاء الأطفال أن يحتموا به إلى الأمس تقريبا وعدد الشهداء من الأطفال يتجاوز خمسة ألف طفل والعالم ينظر ولا يحرك ساكنة نعم طيب يعني سيد ممدوح في غزة يشهد الأطفال انتهاك واضح لحق الطفولة ما يقارب خمسة ألف شهيد إلى الآن في منع وصول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية أكيد هذا العدد في الارتفاع متزايد الكثير من المنظمات الدولية تحدثت عن استشهاد طفل في غزة كل عشر دقائق منذ بدء العدوان فما هي الأثار إذن الناتجة عن هذا الانتهاك انتهاك حق وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال أولا ما يحدث هو جريمة ضد الإنسانية بشكل عام وللأسف الذين يحاصرون أطفال غزة هم أبناء جلدتهم المنافذ معلوم أنها في القانون الدولي حق للدول المعنية بها منفذ أو معبر رفح بين مصر والفلسطينيين حق خالص للدولتين الفلسطينية والمصرية ومع ذلك نرى السلطات في مصر تتماهى مع توجه الكيان الصهيوني والدول العربية والإسلامية لا تتخذ أي موقف لكسر هذا الحصار وإيصال المساعدات والمعونات إلى أطفال غزة مما ينجم عنه ما يحدث أمام أعيننا من موت عاجل وموت بطيء يحدث أيضا انتكاسة قيمية للكفر بالقيم التي يسوق لها العالم اليوم كما أشرت أخي العزيز اليونيسيف يقول أن هناك في كل عشر دقائق طفل يموت داخل غزة هؤلاء الأطفال لا يجدون أساسيات الحياة لا يجدون الحليب لا يجدون الغذاء لا يجدون الدواء بالأمس أطباء غزة يعملون عمليات ويقيمون عمليات لأطفال دون تخدير كامل بسبب نقص الاحتياجات الدوائية والطبية ما يحدث اليوم كارثة إنسانية تسبب صدمات لهؤلاء الأطفال ستنتج عنها معاناة نفسية سينتج عن ذلك أيضا جيل من الكراهية موجة قادمة من الحقد سيمد هذا مع الأسف وهذا ما لا يتفطل له أعداء فلسطين وأعداء أمتنا سيمد المجاهدين وسيمد الأرض الصامدة بطاقات ودماء جديدة مستعدة لمواصلة درب الشهداء الذين سبقوهم بالأمس تسمع الأطفال داخل غزة يبكون يريدون إيقاف الحرب يقول أحدهم فقدت صديقي فقدت زميلي فقدت جاري هؤلاء الذين يتوقعون الموت في كل لحظة ماذا ينتظر منهم المأساة كبيرة أمام أعين العالم الذي يتفرج عليها ويشاهدها بدم بارد ولا يحرك ساكنة بينما بالأمس يوم حدث في أوكرانيا قليل مما يحدث اليوم في غزة تداعى العالم كله وجند أمواله وجند كل ما يستطيع من إمكاناته للدفاع عن أرض محتلة وأرضم المحتلة قد جاوز احتلالها 75 عاما وما يزال العالم يتواطأ مع المحتل بل ويدافع عن حقه في الدفاع عن نفسه في صورة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان وموافق الأمم المتحدة بل وتحدي هذا الكيان للقوى الأممية والرمي بقراراتها عرض الحائط إذن أستاذ ممدوح قبل أن نستكمل باقي محاورنا لهذه الفقرة النقاشية نذهب أحنا وأنت والمشاهدين إلى استطلاق ما به الزملاء وسألوا الناس عن منع وصول المساعدات الإنسانية لأطفال غزة وهو يعد انتهاك آخر لحقوق الطفل إذن نتابع هذا الاستطلاع ثم نعود لإستكمال باقي محاورنا لهذه الفقرة يحظى الأطفال بحماية خاصة بمجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أما في غزة يشهد الأطفال انتهاكا واضحا لحق الطفولة فما هي الآثار الناتجة عن هذه الانتهاكات؟ أيضا لماذا الدول لم تتخذ موقف حازم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم؟ طبعا الآثار متعددة هي آثار نفسية، آثار طبية، آثار من ناحية الغذاء هذه الآثار هي قريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة بمعنى الطفال لهم أكثر من أربعين يوم أو مدينة محاصلة لها أكثر من أربعين يوم تحت القصف الشعوب العربية، الشعوب الإسلامية، الشعوب العالم مع أطفال غزة مع عدم سكفة الدماء، مع حقوق المظلوم لكن الحكومات سواء كانت عربية وإسلامية ودولية لها جنتات أخرى، لها سياسات وحسابات أخرى الشعوب هي اللي قادرة تعملي شيء، والشعوب منكزرة مدمرة من داخل، منهكة، كيف تعملك شيء؟ الآثار في الجوانب الكثيرة، في الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية والمعيشية وسلوب السكن والمأوى والفراش والغطاء وكل شيء نحن الشعوب العربية ما ساوينا شيء لفلسطين صارت حرب على كونينيا من قبل العجزة الروسي أعطوهم طائرات، أعطوهم دبابات، أعطوهم كل شيء نحن ما قدمنا شيء للشعب الفلسطيني نظل نشقه زعماء بياعين بقيادة مصر والإمارات وبما فيهم القيادة اليمنية، ما ساووا شيء هذه المنافذ اللي أغلقوها معروفة طبعاً جمهورية مصر العربية، ما فتحت شيء منفذ رفح، معبر رفح وكذلك القيران الأردن والسورية، كلهم في مشاكل في حروب طبعاً أين هو القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من هذا؟ طبعاً القانون الدولي زيرو، ما فيش ما هي الأثر الناتجة عن انتهاكات حقوق الأطفال؟ أيضاً من عصول المساعدة الإنسانية إليها؟ منع توصول المساعدات هي بسبب الرئيسي الدول العربية لأنها هي الوحيدة التي تملك المنافذ إلى فلسطين من هو قانون الدولي؟ هي أمريكا القانون الدولي وهي تفرض القاتل على ما تشاء وتفرض الحسر على ما تشاء بينما الزماء على الأرب جاسين يدينون بالبيانات والخطابات قادرين يتكلموا بس هم الآن حتى لما يتكلموا يبدوا يستاذنوا قبل ما يتكلموا وهذه المشكلة اللي حاصلة عندنا في زعماء العرب يعني الدول ما تقدرش تضغط عليها؟ إلا قادرين تضغط في تخاذل في صمت في صمت مخزي في مؤامرة في يعني في بيع للقضية في بيع للقضية هذا المختصر قانون الدولي كله طلع كذبة وهذه حق الغزة يعني استفدنا منه أنه فضحا فضحا القانون الدولي فضحا حقوق الإنسان فضحا حقوق الطفل فضحا حقوق المرأة اللي تشدقوا بليل النهار بالنهاية طلع يعني يقتل المرأة يقتل الطفل الأطفال في غزة من لم يمت بالقصف يمت بمنع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إليهم في ظل غياب تام للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وفي ظل أيضا غياب أي صوت للحكام العرب أصالرزاز لصباحكم أجمل يعطيك ألف عافية أزمي لأصالرزاز على هذا الاستطلاع إذن بالعودة إليك أستاذ ممدوح بناء على ما شاهدنا من أراء الناس حول موضوع منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو يعد جريمة بحد ذاته وانتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الدولية إذن برأيك ما الذي يمنع الدول من اتخاذ موقف حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الصهيوني اليوم على القطاع أستاذ سونية موضوع الاحتلال نحن نعلم أن إسرائيل دولة وظيفية هذه الدولة النظام العالمي هو الذي أنشأها وهو الذي ربها على عيني وهو الذي يحميها ويمدها بأسباب البقاء وإلا فقد شهدنا في 7 أكتوبر أن هذه الدولة التي صنعت كبعبع في المنطقة العربية كادت تاتهاوى خلال ثلاث ساعات لو لا وفود الزعماء الأوروبيين والأمريكان والمسؤولين الذين توافدوا عليها والبارجات الحربية والغواصات النووية ولهذا أنا أعد السبب الأول أن العالم يريد هذا العالم المتقدم الذي يتشدق بحقوق الإنسان ويسوقها لنا ويسوق نفسه على أنه الراعي الرسمي لها هو من بدأ هذا والدليل على ذلك أن من يحكم اليوم هي المسيحية الصهيونية المسيحية البروتستانتية الذين جاءوا على نقيض الكاثوليك والأثوذوكس والذين برأوا اليهود من دم المسيح وعملوا حلفا مع الصهيونية وأنشأوا لها دويلة في منطقتنا اغتصبوها من حقنا وأرسلوا إليها قطعان اليهود الذين استجلبوهم من كل مكان وكانوا لهم الحامين هذا السبب الأول أما السبب الثاني فهو أن بقية دول العالم التي لا تشكل دول مركز والتي صوتت في الجمعية العامة لأمم المتحدة ليست لها أسنان ولا أظافر ليس لها أدوات قوة تضغط بها لإيقاف هذا العدوان ولفك هذه المعابر ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى أطفال غزة والسبب الثالث أن لدينا أنظمة عربية مع الأسف الشديد تتماهى مع المحتل بل ويرى قادتها وزعماؤها أن بقاءهم على كراسيهم مرهون برضى هذا المحتل وبأخذ الشرعية منه لا يتعاملون مع شعوبهم أن لها وزنا ولا تحركهم هذه الشعوب والدليل أنهم تحالفوا جميعا لوأد ثورات الربيع العربي التي كادت أن تأتي بأنظمة تنصر القضية الفلسطينية ولم نشهد في تاريخ القضية من نصر هذه القضية مثل الرئيسين المنتخبين المنصف المرزوقي الذي أطيح به بعد ذلك في انتخابات وهو اليوم لاجئ في دولة أجنبية متهم في وطنه ويطالب النظام المنقلب على الثورة في تونس بمحاكمته والرئيس الراحل الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه أيضا الذي وقف مع غزة وقال لن ندع غزة وحدها ولن يبقى أطفال غزة ولا أبناء غزة لوحدهم وفعل ما استطاع لينصر هذه القضية إذن الخذلان العربي والتماهي الأوروبي الأمريكي وضعف الكيان والنظام العالمي اليوم جعلنا نشهد هذا الإغلاق هذا الموت هذا الخنق لشعب بأكمله بالأمس تقريبا يعني ما يزيد عن 625 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم وإن عادوا إليه يعلموا الله كيف ستكون نفسياتهم وأحوالهم ومن سيتبقى ليعود إلى مقاعد التعليم هذا إن نجوا من الموت العاجل أو البطي تماما أيضا سيد ممدوح إذن تحدثت حضرتك عن أهمية فتح معبر رفح أمام المساعدات فهناك حملة عالمية تطالب بفتح المعبر بشكل دائم ومباشر بما يمكن من تدفق المساعدات إلى غزة دون شرط أو تدخل خارجي من خلال تسليم بيان للسفارة المصرية في كل دولة يطالبه بهذا الأمر هل يمكن أن يمثل هذا الفعل إذن ورقة ضغط ناجحة نحو فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية؟ أي وسيلة ضغط بالتأكيد تحقق أثر مع أننا نكاد نقطع الأمل في النظام المصري الذي لا يمكن أن يعطى أو أن يفعل خطوة إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة أو من أولياء نعمة هذا النظام الذين بالأمس بدأوا يتحدثون عن مكافأة أولية لهذا النظام نتيجة تنفيذه لهذا الإغلاق وإحكام الحصار على أبناء غزة بمساعدة تقريبا أو استثمار أوروبي بعشر مليارات دولار نحن نعول في المقام الأول على حراك الشعوب الشعب المصري والأزهر الشريف بحاجة إلى اتخاذ موقف جاد مع إخوانهم في غزة هذا الخذلان لا يقوز شرعا ولا قانونا ولا يحق لأحد أن يتحكم بمصائر الشعوب بمزاجه هو أو يطاوع أعداء هذه الأمة في حصار أبنائها ومقاوميها نحن بحاجة إلى أن تتحرك الشعوب الإسلامية جميعا أن يتم الضغط على استفارات المصرية كما أشرتم أن يتم الضغط أيضا على الجهات الدولية أن ترفع قضايا ضد المحاصرين من الطرفين حتى لا يبقى أطفال غزة وحدهم وحتى لا تشملنا جميعا لعنة دمائهم صحيح إذن أستاذ ممدوحة برأيك ما الذي يمكن القيام به من قبل الناشطين والمؤثرين في المجتمعات لتسهيل إذن وصول المساعدات لقطاع غزة وإذن منع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال نحن شهدنا في الأيام السابقة نشاطا محموما ونشاطا جميلا ورائعا على شبكات التواصل الاجتماعي في المظاهرات والمسيرات العامة ينبغي أن يتوج هذا النشاط أيضا بنشاط حقوقي عبر تحريك قضايا في المحاكمة الدولية في المحكمة الجنائية في محكمة العدل الدولية أيضا ضغط على المعنيين يعني ما يحدث اليوم شيء جميل جدا في دول كبريطانيا كأميركا الجاليات العربية هناك تزور كثيرا من المسؤولين من أعضاء مجالس الشيوخ والعموم ويقدمون لهم الصورة الحقيقية ويطالبونهم باتخاذ مواقف ما حدث أيضا من ضغط في بريطانيا وإقالة وزيرة الداخلية كان ناتج ضغط الجالية العربية والإسلامية التي لها كتلة ناخبة مؤثرة نحن ينبغي أن نعلم أن لنا وزن وأننا نستطيع إن تحركنا ونوعنا في فعالياتنا وزدنا من زخمها نستطيع بإذن الله عز وجل أن نحقق شيئا لغزة ولأبنائها ولرجالها ونسائها وأطفالها ما يحدث اليوم جريمة تحركت لها الإنسانية بشكل عام اليوم الشارع الأوروبي والأمريكي يتحرك بشكل ربما أفضل من شوارعنا العربية والإسلامية ويحقق نتائج ينبغي أن يزداد الزخم وأن نتواصل في هذا الطريق تماما سيد ممدوح إن كان لديك رسالة أخيرة تحب أن توجهها من خلال صباحكم أجمل ومن شاشة يمن شباب للجهات المسؤولة بشأن انتهاك حق الأطفال بغزة ومنع صورة المساعدات الإنسانية إليهم رسالة أخيرة هي أولا تثبيت لأبناء غزة نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يؤيدهم وأن يربط على قلوبهم فهم اليوم واجهة الدفاع عن الأمة بكلها ثم لأبناء أمتنا العربية والإسلامية الذين بدأوا حراكا عظيما ثم لشعوب العالم الحر أستاذ ممدوح وأنت ناشط حقوقي ممدوح الحميري شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات